عن الندوة التي نظمها الميثاق الوطني العراقي انضم إلينا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبدالقادر النايل أستاذ عبدالقادر مرحبا بكم يعني بداية نريد أن نعرف من جنابكم الكريم ما هو الفرق بين المناهضة للعملية السياسية وما تسمى المعارضة التي أصبحت فيما بعد جزءا من العملية السياسية ما الفارق بين الاثنين أستاذ عبدالقادر أهلا وسهلا بكم ومشاهدكم الكرام من المعلوم أن العقاد الندوة والمؤتمر اليوم الذي حظي بتصحيح المسار ووضع حقيقة فيه مهم بين الخنادق هذه الندوة التي عقدت هذا اليوم تأتي بتاريخ مفصلي من تاريخ العراق أي قبيل الانتخابات القادمة وبالتالي هناك ارتباء كبير لقوى العملية السياسية منهم من يذهب إلى إيران من أجل الوصول إلى السلطة ومنهم من يناغم أمريكا وأما مؤتمرات التطبيع الذي تعقد إلا دليل واضح تماما على إفلاس كل أطراف العملية السياسية من خلال الوصول إلى دائرة مسدودة برزت بعض القوى التي أيضا ترفض العملية والنظام السياسي وتطالب التغيير الجذري وبالتالي أطلقت على بعض منها تسمية المعارضة لذلك جاءت هذه الندوة لوضع المسار الحقيقي لكل العاملين في الجهد الوطني من أجل الوصول إلى بناء واستعارة العراق وبالتالي قوى المناهضة هي التي لا تعترف بالعملية السياسية ولا تعترف بالاحتلال ولا تعترف بمخرجات قوانين الاحتلال التي فرضها بقوة السلاح وبسطوة الاحتلال على العراق وهذا هو الفرق الكبير المعارضة حقيقة هي جزء من عملية سياسية يراد من خلالها بعض الاعتراضات على قانون هنا وتصحيح قانون هناك أو بعض الآراء المناكفة والمنافسة داخل إطار العملية السياسية لذلك جوابا على سؤالك أن قوة المناهضة هي القوة التي من خلالها يتم رفض جميع مخرجات الاحتلال والاحتلال أيضا بذاته وبالتالي قوة المناهضة تهدف إلى بناء نظام سياسي جديد عادل يفيد العراق وبالتالي مبني على أسس الاستقلال والسيادة يكون فيه سلطة الشعب هي التي تقرر شكل النظام وشكل العملية السياسية فيه وبالتالي كيف يتم تداول السلطة أما المعارضة فهي التي خضعت لقوة الاحتلال في قبول العملية السياسية وبالتالي تعترض على بعض المخرجات هنا وهناك ولذلك مؤتمر لندن الذي وافق مع المحتل أن يدخل إلى العراق ثم سمى نفسهم المعارضة وهنا يأتي فرق بين قوة الوطنية العراقية التي منذ اللحظة الأولى رفضت الاحتلال ومشروعه وبالتالي أصبحت قوة مناهضة تريد استعالة البلد إذن عطفا على ما تفضلتم به يعني برزت مواقف القوى المناهضة للعملية السياسية بعد عام 2003 في مواجهة الاحتلالين الإيراني والأمريكي للعراق ولكن هل هناك خطط واضحة المعالم للتخلص مما أفرزه الاحتلالان الإيراني والأمريكي؟ من المؤكد عندما نطلق كلمة المناهضة هي المسار الحقيقي الذي ينبغي أن يسير به جميع القوى والعاملين والشعب العراقي فإن المناهضة تعني لابد أن تتيح جميع الوسائل لك من أجل استعادة العراق وهذه الوسائل الحقيقة سواء كانت مما فعله المقاومة المسلحة أو المقاومة السياسية أو تحفيد الشعوب لعدة وسائل أخرى لذلك جميع الوسائل متاحة للعمل من أجل استعادة العراق استعادة العراق من المغلب الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني الذي يتغور الآن بكل أطنابه في العراق ومشروعه الخطير الذي يريد حقيقة ربط العراق بسوريا والمنطقة تماما والاستعلاع على المنطقة لذلك لا بد أن تكون هناك خطوات حقيقية عندما يتم تحديد الهدف وعندما يضع الميثاق الوطني العراقي في هذه الندوة وفي هذا التاريخ المهم المفصل من تاريخ العراق لأن المسار ينبغي علينا أن يكون مناهضين وليس معارضين حتى نضع الخطوة الأولى والقدم الأولى باتجاه استعادة العراق وهذا حقيقة ما يفعله الشعب العراق اليوم عندما يرفع شعار لا لن ننتخب في مقاطعة جديدة لهذه العملية السياسية في هذا المفصل أستاذ عبد القادر أنتم وفقتم في إبراز هذين المصطلحين المناهضة والمعارضة مع قدوم الانتخابات المقبلة التي يقول ناشطون طبعا أنها تدار من قبل طهران وواشنطن ولكن لماذا في هذا التوقيت تحديدا ظهر هذان المصطلحان لأن هذا التوقيت هو توقيت مفصلي وصلنا إلى مرحلة الوعي الكمير الشعبي في العراق ولذلك اليوم العراقيون كلهم حقيقة ضد العملية السياسية ويرودون إسقاط العملية السياسية والنظامها البائس ولذلك هم اتخذوا عملية المقاطعة هذا الوعي أهل اليوم أن يعقد الميثاق الوطني ندوته لوضع المسار الحقيقي والصحيح لأنه كما تعلم الجماهير تحتاج إلى من يصوبها من القادة والمفكرين من أجل أن تكون هناك الطريق الأمثل للسير بها في استعارة العراق وقبيل الانتخابات فأن بعض المعارضين يريدون الدخول أو يعترضون على الانتخابات من حيث الهيكلية لا من حيث العملية السياسية جاء هذا التوقيت حقيقة لعقد هذه الندوة من أجل أن يكون العراقيون مقاطعون للانتخابات لا لشكل قانون الانتخابات إنما لأنها مخرج من مخرجات الاحتلال وعمليتها السياسية التي يراد منها تدوير فقط وجوه وبالتالي تقسم المقاعد على ذات الأحزاب الذي فرضها الاحتلال في مجلس الحكم وهي كانت مخرجات مؤتمر لندن وبالتالي لا تغيير أساسي على قوانين الاحتلال في عملية السياسية المفروضة بقوة السلاح على العراقيين لذلك على العراقيين اليوم أن يضعوا قانون المقاطعة للانتخابات القادمة هدفا استراتيجيا وبالتالي ما بعدها لا بد أن يكون هناك طريقا أمثل وهو الطريق في إلغاء جميع قوانين الاحتلال والذي تسيطر عليه إيران بطريقة واضحة لأننا أمام مرحلة مفصلية من تاريخ العراق وهناك متغيرات مهمة في مطلع العام القادم تحتاج منها حقيقة إلى وقفات جادة وإلى تصحيح المسارات واتخاذ الخطوات الحقيقية التي من شأنها حقيقة ينطلق الشعب العراقي لاستعادة وطنه وهذا حقيقة ما يحدث الآن من خلال حراك حقيقي موجود داخل أوريقة الشعب العراقي وتأسست جمعيات ومنظمات وأحزاب كلها حقيقة الآن تنادي بالمعارضة وهدفها الأساسي إسقاط العملية السياسية لذلك جاء هذا التوضيح لكل تلك القوى وللفاعلين في الشعب العراقي من الشباب وغيرهم في التظاهرات من أجل النظر في هذه النقطة سبقتني أستاذ عبدالقادر مناقشة هذين المصطلحين إن صح التعبير من هو الجمهور المستهدف هل تستهدفون بذلك الشباب ولهم الحصة الأكبر في ذلك خاصة شباب ثورة تشرين من المؤكد تماما أن الشباب هم طريعة استعادة الأوطان وبالتالي كل حركة تحررية في أي وطن تعتمد على الشباب والشباب كان لهم الدور الكبير في ثورة تشرين في أحداث وعي مهم تماما ضد العملية السياسية وقد كشفوها بأيديهم ومآلاتها ولذلك هم اليوم أيضا يحملون لواء المقاطعة وقد دجحوا في عام 2018 والآن تتكرر القضية ولم يستطيع أطراف العملية السياسية استخدموا الاقتيالات والترهيب والترغيب في استمالتهم من أجل الانتخابات ولذلك هنا حقيقة قضية مهمة تماما اليوم هناك ارتباق قوي لدى قوة العملية السياسية وأحزابها هذا الارتباق حقيقة جعلهم يعزفون على جميع الأوتار الطائفية والمناطقية وإثارة بعض الأمور العشائرية من أجل دفع الناس للمشاركة في الانتخابات لأنهم يعلمون إذا قاطع الشعب العراقي هذه الانتخابات فإنها آخر انتخابات ستكون في العراق لذلك حقيقة نحن أمام إرهاص مهم فعلى هذا الأساس يتم اختيار واستهداف الشباب من أجل أن يكون لديهم وعي كامل في كيفية أنهم ماذا يريدون أن مطالبهم هي تصف مصالح مصطلح المناهضة لذلك لا بد من توعية هذه القضية فضلا على القوى العاملة والقوى الوطنية من أجل تحديد المصير والمسار وتمايز الخناطق حقيقة من أجل الوصول لهذه الغاية عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبدالقادر النايل شكرا جزيلا لكم